طبعا سيدة بلاس خيرت ايضا اخذت من طباع العراقيين خلال انه تتكلم بوجهين امام الكتل السياسية تتكلم عكس هذا الكلام تتكلم بتشجيع ومجاملة كبيرة واليوم امام المجتمع الدولي يعني عرت الوضع العراقي طبعا هو هذي يعني بنفس الوقت نستثمر هذه التحذيرات اللي حصلت من سيدة بلاس خيرت يعني كون نستفيد منعتها يعني مو نكابر على الموضوع يعني مثل ما انا بديت انه الومها وكذا لكن بنفس الوقت علينا نستفيد من هذه التحذيرات اللي حصلت فعلا الوضع خطر لكن احنا نحس بي لان عايشينه فمن حس بي لكن المجتمع ينظر لنا منظر اخر اليوم احنا على مستوى نقيم بطولة خريجي في البصرة نحاول ننطي انطباع انه البصرة امنة ومستقرة وما نقدر نحاول نغطي هاي الطلقات اللي ضربت بدر شاكر السياب اللي هي قديمة لكن طلعت صورة حديثا وغيرها من الاحداث اللي جاي الصير ومن الهاوانات ومظاهر مسلحة ما نقدر لان الموضوع فعلا كبير اصوات الاطلاقات اكبر من صوت الاستقرار كنا نستهجن قبل سنة وسنتين عندما يعني يصير مشكلة عشائرية بين عشيرتين وانلوم العشائر بانقول العشائر متخلفة والعشائر ما كذا والعشائر ما كذا عندما يتقاتلون عشيرتين ممكن ما أسقط بها ولا واحد لكن عندما يتقاتل الحزاب ما احد يعتش الناس تخاف مجامل يعني اكو عندنا عدده مشكلة كمجتمع عراقي الناس ما تلوم ذلك هالحزاب تمادت من يشوف انه الناس الجاملها ما احد يحكي عليها لا نائب يحكي عليها لا اعلامي يحكي عليها لا واحد بالفيسبوك يحكي عليها هي الناس هم حقها تخاف اليوم اعلامي يدخلوا عليها مثلا للقناة واليوم يكون اخر تهدد فالقصد الناس يعني هي مشكلة مركبة يعني مو مشكلة حادية واقدر احللها بهال المداخل هالبسيطة عموما فالوضع متأزم فعلا ونحتاج الى انه ردع هذه الحزاب لان الحزاب عدم مجلسات وقياداتها وزعاماتها تتحسس لردة فعل الناس يعني الناس بس تسخط من وضع حزب معين يسحب نفس الحزب حتى يحظظ على نفسه ويحظظ على اخطائه